موسيقى يا خطيب يسعد صباحك يسعد صباحك صباح الخير صباح النور صباح الورد والعطور مسكوا صباحي أنتم باقات الزهور كل عام وانت بألف خير وتسلم إيديكي على الورد اللي جبتي لنا ياته الله يساعدك حبيت أحييكم بتحية الورد لأن الورد هو لغة الشعوب بتحتجش لمترجم فيها قدة لغات قدة ألوان فيها الروح فيها المحبة فيها الجمال الورد رسول السلام عشان هيك حبيت أعيد كل يوم وأحييكم بتحية وردية أهلا وسهلا فيك يوم معنا أيضا نوهبي عامر المرشد الأسر يسعد صباحك وهبي كل عام وانت بألف خير كل عام انتم بخير وكل المشاهدين إن شاء الله أهلا وسهلا فيك الطبيب الميداني أحمد زعبي يسعد صباحك يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين وكل سنة وإحنا سالمين جميعا إن شاء الله أنه بنعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة يا رب وكل سنة وإنتوا معنا دائما ومنورين صباحنا وأكيد هيك الصباح لا يخلو من يعني أول يوم بالسنة الجديدة مجبور يكون فيه حلويات وأجواء حلوة الشاف عفاف إبراهيم يسعد صباحك يسعد صباحك يسعد صباح المشاهدين جميعا إن شاء الله سنة كلها تحلويات يا رب وسلام لجميع شعوب العالم بكل قائلة إلنا كنت أقول لك عشة الأسامة كما مرة أقول لك عشة الأسامة عفاف شو بدأ نحضر اليوم بس تقول ليه شو المقدير ده أعمل اختبار فجاء اليوم لضيوفنا شو محضرت لنا بالستوديو حلوة الجبن حلوة الجبن طب تعرفي عفاف دايما إحنا بآخر يوم من السنة هيك شوي في ناس بعرفش إذا أنت كمان بتعمل محاسبة للذاتك بتسأل حالة أسئلة يمكن مصرية أنا اليوم بدي أخذ هذا الدور فكرتي إنه لو ما كنتيش بهاي القبعة لو ما كنتيش شاف شو ممكن تكوني بالحياة بأي مهنة بأي مصار مرشدة عائلة أسرية هي في حد غشش مرشدة أسرية رح أسألك اليوم أسئلة هيك من عالم الإرشاد الأسري شو النصائح اللي بتقدميها عفاف للمشاهدين بذاتنا إحنا اليوم أول يوم بالسنة الجديدة بقبعة المرشدة الأسرية يبعد عن التكنولوجيات كلاتها نهائيا يعني هاول يخف فقد ما بيقدروا لأنه الإشي صار أكتر عن اللازم نصيحة قيمة وراح نتحدث كتير أشو بتقدري تباشر بعملك رح أرجعلك مع المقدير بس بعد شوي أم مبارك كمان لإلك هذا السؤال أو تعرف شو نعمل شوي كتبادل أدوار بدي أعتبرك طبيبة ميدانية في مهنة أحمد بتعتقد أنه بتقدري تقومي بهذا الدور مناسب لإلك كنت بتشوفي حالك في هاي القبعة أنا كثير ممسوطة أنه على بابي واقف أمري أستاذ وهبي اللي أنا دائما بتابعه بالفضائية مسوال الأستاذ إحمد زعبي كثير مبسوطة أن اليوم أنا معهن مجتمعة وقريبة من الجدان بحييهن المهنة الطبية هي أسمى مهنة بالوجود مهنة إنسانية بالدرجة الأولى ولو سؤلت برضه شو بتحب تكون كثير بحب أكون طبيبة ميدانية ميدانية بالذات ميدانية بالذات أقول لك ليش طبيبة ميدانية لأنه عليها بتعتمد الحياة الدقائق الأولى مصرية سواء بحادث سواء بمرض إن كان جلطة دماغية إن كان جلطة ذبحة صدرية إن كان حادث هي الدقائق الأولى مصرية فعبين ما يصل المستشفى هاي الدقائق الغالية الذهبية اللحظات الذهبية عليها بتتوقف حياة إنسان وشوف ما أحلى يعني المجال هذا فكثير كان بحب وكثير على فكرة أنا أنقضت مرة واحدة ولليوم أنا شاعر بسعادة كبرى توجهت لأحدى الجرات جبت لبنتها عندها حساسية ضد لسع النحل جبت للبنت بحالة يعني بخايفة تكون إنه راح تموت بنتها فأنا دشارت طبيق على الغاز رجعت لقيتها محترقة طنجرة والطبقة بس بدي أنقلها نقل سريع لأقرب عيادة دوغري ركبوها بالأمبلانس وأخذوها على المستشفى قال لها المضمد اللي كان بالإسعاف الأولى إنه حياة بنتك على يد جارتك لأنه النقل السريع هو اللي أنقذ بنتك ومن يوميتها البنت بظل بجبتها إبري يعني ضد إذا جرستها نحلة أو ضبورة أو شيء حكينا على هذا الموضوع بفقرة لبس شو رأيك بمعلومات إمم بارك؟ طبعا أنا شهادة أعتز فيها يعني إذا إمم بارك حاب تكون طبيبة ميدانية وهي طبعا عندها خبرة بالمجال لابد وعارفة شو طبعا هي عم تحكي يعني فهي شهادة أنا بعتز فيها وفخر لأيلي لو أنتبعتنا مظبوط يعني الدقائق الذهبية ولسأة النحل فإنه يدل إنها هي كمان واحدة من المشاهدين مش فس واحدة من الضيوف الدائمين صحيح طب أحمد أسفتك اسمحي اللي صارت نادرة حلو هيك وإحنا نتعلم دورة مضمد مؤهد حكا مرأتي إمم بارك دورة مضمد مؤهد أيوة قبل 21 سنة فقالنا الدكتور اللي كان يعلمنا إنه الدقائق الأولى المصرية بدك تعملي له هحياء إنعاش إنعاش بدك ثلاثين ضغط على القلب وبين كل خمسة عشر بدك تعطي نفس من ثم وقلت له كلنا منتطلق إذا كان بدنا ننطيق كله نفس من الثم شو نبسط يعني هكي هاي يوم علمك هاي يوم علمك بطل في نفس اليوم من الثم بطل نعم أنا بهذا الشيء تراثي بس برضو بعدهم بتطلقوا هاي قبل واحدة وش نسي طب أحمد لو أنا اعتبرت إنك باحث في التراث بعيدا عن الطب والطب الميداني قديش معلوماتك عميقة بهذا المجال طبعا مش كافية يعني وكنت بحب كثير طبعا إن أنا أكون أم مبارك طبعا من يعني مجرد كلامها الموزون المصفة التصفيت حتى صوتها طبعا نبرة صوتها فيه له هيك نبرة مميزة يعني طريقتها في الكلام يعني عندها اعتماد يعني على نفسها بشكل كثير كثير يعني حلو وأنا واحد من المتابعين يعني المشاهدين لأم مبارك والكثير يعني بحب أسمعها وهي تحكي يعني زينا كل ذلك والله شاهدها يعني معرفش أنا قديش يعني بدي ممكن أنا ألعب دور أم مبارك وإني أنا أساعد يعني بس رح رح نسألك سؤال بالتراث بدون ما تغشي شك أم مبارك بس من جديدة نصبح بالخير على وهبي عامر أهلا وسهلا فيك وهبي عفاف اختارت إنها تكون مرشدة أسرية هاي الظاهر كمان هي متأثرة بفقراتنا أنا بدي أفرض عليك أنت كيف علاقتك بالمطبخ يعني في مجال كانت أنك تكون شيف مبدع وبتساعد إمباراة بالحياة اليومية كثير كثير أنا بحب بحب المطبخ بحب أعمل استرخاء في المطبخ في إني أجلي بحب أتفنن في بحب مش أنا هيني بعترف أنا منيش طباخ ماهن هيك بالفترة ولكن ايش بالفترة أنا هيك جاي على أبوي بنحب ندخل هيك على المطبخ ونتفنن في أشياء جديدة يعني بعرف الشو بطي يطلع معي آخر إشي بس بعرف أنه في شيء بدي يكون لذير ليش لأنه المقادير نفسها إحنا اللي بنختارها فلما أنت بتحط مقادير أنت عارف أنه في أمور هيك اللي هي رائعة مفيدة وبتحطش كتير تركيبات زايدة ممكن أنك عن جد أنت توصل هيك حتى من الرواح نفسها تقدر تستدل إيش بدي يكون الطعم حلو حلو ففي جو هيك نوع من إبداع بدي أسألك إذا كنت طلبنا منك تعمل حلاوة الجبن تغشي شيء هش عفاف شو المقادير اللي يكون في علامات فيش علامات فيش علامات لا ناشو نقيم طيب أول شي فيه جبن أول شي فيه جبن أول شي أكيد شو كمان أول شي فيه جبن في طحيينة قد يكون أول شي فيه جبن أول شي فيه جبن وكني كنت فيه جبن سكر سكر في نفس احنا لازم نتعاون بعد زبدي اه زبدي لابد الفاف شو المقادير تمام اللي عم تذكروها ولا اشي مقادر زار خطار من بارك تعملها بطريقة غير طب احكي لنا انت يا عم المقادير مقادير حلوة الجبن مقادير حلوة الجبن المميز فيها هو الأجبان فيها نوعين جبنة جبنة المتسرلة اللي هي بتموت اللي الشهيري بالبيتزا هاي هي العجينة نفسها مع السميد وماء الورد وشوية سكر وجبنة طبعا الواحد كيف هون بحب دائما انا بنوع يوم اختار الجبنة عربية اللي هي اكترشي طيبة اللي هي الجبنة للكنافة وفي جبنة المسكربونة برضو طيبة كتير حالي فستوك حلبة قطر خبس فيها سريعة هذا المهم راح نتابع خطوة بخطوة وكمان ندردش معاك نرجع لأم مبارك أم مبارك هيك مرأة كمان سنة وانتو معنا ومنورين صباحنا دائما ببرنامج صباحنا غير تعالي نحكي شوي على هاي المشاركة يعني مثل ما ذكر أحمد انتو مش بس ضيفي كمان متابعة دائما عن النوع على فكرة دقول المشاهدين مبارك من أول الناس اللي بعيدونا ولما فيه فقرة مميزة بتبعت لنا رسائل وهيكا بتشاركنا دايما يعني دايما على اطلاعي بكل ما يجري مش بس بفقرة التراث بكل فقراتنا بسباحنا غير هاي المشاركة بفضائية مسواة بسباحنا غير على الصعيد الشخصي لأيلك شو عام تاني الصحيح بتعني لي كثير المزبوط يعني انتو صرت جزء من حياتي بعدكو عيلة الثانية باستنى يوم الأربعة بفارغ الصبر ألق بيكو كثير أضاف لي برضو كثير تعرفت على ناس حلوين زيكم مبدعين زي الضيوف الدائمين زي ضيوفكم فقرات البرنامج مميزة يعني لما اسم البرنامج صباحنا غير هو بالفعل اسم على مسمى كثير كثير أنا متبعته برضو البرنامج وأضاف لي كثير أشياء كثير معلومات يعني لما بحكي بس مع الأستاذ وهب عامر كديش أنا يعني على الأرض الواقع الحالات اللي هو بيساعدها وداعم إلها والعلاقات المخملية اللي بعملها والشبكات الاجتماعية اللي بعيد تلاحمها من جديد يعني كإنك زارعة نبتة وبتطلع هيك بورود أحلى وأحلى السيد أحمد زعبي برضو متبعته قديش يعني دوره مهم وبالحياة قديش يعني بتمرق عليه برضو حالات لوحات حياتية متنوعة كثير أنا مبسوطة صحيح بستفيد وبفيد حبيبتي وإحنا عند أجيلك كمان تحيات من كل الأشخاص اللي دايما بقولوا لي سلمي عم مبارك كتير وشاهدين كتير بيستنوا هاي الفقرات اللي فيها إحنا دايما هيك بمتابعة أحمد يعني خلال هذا العام والعام اللي قبله كمان كنا منبر توعوي بما يخص موضوع هيك الطب الميداني وأعطينا النصائح للناس دقائق الذهبية وكيف نقدر لا سمح الله لما تصير أمور غير متوقعة نقدر هيك نتداركها لحد ما يوصل الطبيب الميداني أو نوصل لغرفة الطوارئ كمان أنت من تواصلك مع الناس من نبض الشارع شو بتحس قديش فعلا عم توصل هنا هاي الرسالة وعم بيحسوا أنه هاي النصائح إشياء عملية وبإمكان أن يطبقوها أنا حسيت طبعا يعني أول شي رح أقدم شكر رسمي يعني للمحطة مساواة وبالذات على برنامج صباحنا خير أنا كثير يعني صرت ألقب ناس اللي أنا بحياتي ما كنت أشوفهن أو أعرفهن ويقولولي شايفينك شايفينك يعني من هضل هاي فأنا بالبداية كنت يعني دايما لما كنت يعني أواجه ناس اللي شايفينك شايفينك وهاي الشغلة مارين علي فكنت أشك أنه الإشي من خلال الإسعاف أو من خلال تجربتي بالشغل أو إشي فصرت أكتشف مؤخرا أنه أغلب الناس اللي يقولولي شايفينك شايفينك فيطلع الإشي بالآخر بالتلفزيون فإندلف إنه يدل أنه رسالتي عم تصل وهذا الإشي طبعا بيشجع كتير والإشي أنا شايف فيه ازدياد في الوعي إحنا كان ناقصنا شغلة الوعي فالإشي كرماله ما بتطور كرماله ما بزيد كرماله ما بصل لا 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 أوسع المحلات والإشي قاعد بعطي فايدة يعني حتى نسبة الدورات مش حتما في عندي يعني من خلال تجربتي بالتعليم ولكن كمان في محلات تانية صرت أسمع أنه صار في توجه أكبر لناس اللي تروح تطلب إنها تتعلم دورات حتى على مستوى الدورات الصغيرة اللي هي يعني مجرد من ساعات معدودة معرفة أساسية تكون عندها مجرد يكون في عندهم معرفة أساسية فطبعا حسيت أنه خلال السنة هاي صار في عنا كتير تطور في المجال كتير فيه شغلات اللي صارت تصل يعني فيه أمور اللي بتتغير من يعني ذكرت أم مبارك أنه لما تعلمت كانت تحكي على نفسين وكانت تحكي على شغلات اللي هي 15 تدليك على القلب فللأسف أنه أنا قبل سنة يعني هي تعلمت قبل 21 سنة فأنا قبل سنة كنت أواجه ناس إنهم بعدهم بيحكوا بنفس المضمون إنه منعمل نفس وخمستاش مع العلم إنه شغلة النفس مثلا راحت من الإسعاف الأولي بالذات من محط من الإنعاش فعشان هيك الرسالة عم تصل الحمد لله والإشي بإزدياد وتطور إن شاء الله دايما نتصل الرسالة لأكبر شريحة وهبي كمان يعني كل موضوع الاستشارة الأسرية منقدر نعتبره كان بمجتمعنا شوي حساس يعني إحنا بشكل أو بآخر دخلنا إلى بيوت يمكن شريحة كبيرة من أبناء مجتمعنا طرحنا مواضيع يمكن لم تطرح قبل في منابر إعلامية حكينا على التربية الجنسية والطلاق العاطفي ويمكن أيضا حكينا على العلاقة الحميمة ما بين الأزواج كيف ممكن تؤثر بشكل مباشر على علاقة الأكبر من هيك كمان قديش من تواصلك مع الناس جبت لنا كتير يعني حالات مع الحفاظ على خصوصية الأشخاص اللي بتوجهوا لعياتك شو كان هيك ردود الفعل من تواجدك بصباحنا غير أسبوعيا أول شيء من لا يشكر الناس لا يشكر الله صحيح فصدقا اشتراكي وكوني جزء من المؤسسة اللي هي موجودة اللي هي مساواة هيك بشكل عام صباحنا خير غير بشكل خاص وأحكيلك بشغلة هيك يعني في هيك معزة خاصة حتى مع الأشخاص يعني بتصير جدا رائعة فاللي اكتسبته أنا شخصيا أنه مستوي علي جدا ليش؟ لأنه فتحنا كثير مواضيع فبالتالي لما أنت بتكون عندك لازم تجهز كثير مواضيع بتصير أنت تتوسع أكثر شوي شوي أنت بتشوف إيش أنه المجال اللي أنت موجود فيه هو عالم فلما أنا باجي وبأسمع مضمد بيحكي بقول لحظة شوي أنا بأخذ منه كثير أفكار أنه عن جد فيه أمور داخل الأسرة أنت واجب عليك في الضقائق الذهبية لبداية مشان تتدارك مشكلة كبيرة لما أنا بتسمع أم مبارك وإيش بتقول فيه أمور اللي أنت لازم تحافظ على الطراث فأنا باعرف أن الطراث أنه الناس واللمة كانت تقعد مع بعض أنا مبارح لعبنا لعبة صغيرة أولاد بيلعبوا هيك صوتهم عالي وطوا صوتكم صوتهم عالي مش حابب أطلعهم من الغرفة من عنا إيش اللي عملتوا؟ قلت لحظة شوي تعالني عمل شغلة ثانية عندي ولد اللي هو عمره ثلاثة أشهر محلام براقصوا تعالوا إيش وعملنا اللمة وصرنا نلعب كلنا مع بعض الصوت وته حسينا بفرحة أكثر الولاد انبسطوا راح وناموا هم مبسوطين وهذا جدا رائع ولما أنا بسمع هيك اللي هي فيه أمور اللي هي بتخص مثلا مطبخ وبالطلب أقول لحظة شوي سبحان الله حتى حياتنا فيها مقادير مع أنه أعترض شوي هيك على كسة التكنولوجيا أنه لازم بتاتا نقطعها لأنه بس معلومة صغيرة صباحنا غير وسع لي أفاق كبيرة لدرجة أنه لما أنا باجي بسمع أشخاص وكنا فيه أشخاص اللي جينا وأحكينا وسمعنا عن التلفونات وهيك كثير مشاكل أسرية حلناها عن طريق التلفون واحدة من هنا بس مشان المعلومة واحدة من هنا حالة طلاق قبل أسبوع اليوم إحنا في حالة رائعة جدا داخل البيت كانت مهددة بالطلاق وحلناها عن طريق إيش؟ عن طريق الهاتف النقال ما أحلا أنه هيك عم مقدر أفاقنا توسعت كثير الله يبهر وهذا تبادل الخبرات وفكم بالحارة إحنا كمان اللي دايما عم منقابلكم منقابل كل الديوف اللي بيكونوا يوميا معانا وعن جد منستفيد من خبرتا ومن مقولتا عفاف إحنا بأي مرحلة صرنا؟ خلصت أنهيت هاي عن جد سريع تجهيزها حلاوة الجبان؟ سريعة كتير حلو فيها شفايا خبيز نهائيا وزاكب التاكل بردين أنا حضرت إسا عشان أورجل الجمهور عن إيش أنا بحكيه وعم بجهز كمان عجينة عشان أشطل فيها وشفيني كيف أنا بشطل فيها عملت العجينة الكتير طيبة وسهلة على الغاز مديتها وحضرت فيها جبنة وأنهيتها اسم حطالها فزوك حلبة وقطر شاهزة؟ طب يعطيك العافي إحنا كمان رح نتابع معاك كل هيك باقي التفاصيل وتجهيز العجينة عن جديد بخطوات أبطأ بس بما أنك حبيتي هيك تكوني بعالم الاستشارة الأسرية تعي ندمج الموضوع الابتساني محلها ندمج الموضوع بالمطبخ وكمان رح أسأل وهبي عن هذا الموضوع قديش المطبخ بيعزز العلاقة الأسرية ككل مش بس عم بحكي على علاقة الزوجية كمان الأطفال كمان المشاركة بالتحضيرات بما أنه إحنا بمرحلة من الحياة بطل في عنا وقت ولا لا إشي حياتنا كلها تصارت بريطة البيت وشغل أنا جدا بحب أدخل أولادي بالأخص بنت صغيري معي بالمطبخ وهذا الإشي كتير بشجعها بكون في بين وبينها هصدحك عبراني لا أنا بصحك بتحس في أكتر هيك هصار أوروب لأنك ذكرت موضوع التكنولوجيا يمكن هذا اللي عم ببعدنا اجتماعيا وقصريا أنا أبدأ ما عفش كلا شو بحكي أولادي 24 ساعة تلف ونها إسا منسمع من وهبي نصائح ممكن أعطيك نصائح أتكربكم عن طريق التلفون إسا منسمع وهبي عن جدرح أتبادل إنتي بتعلميني صراسني وجهن بتعلميني طبختين وأنا بعلمك وبعد اليوم بدوق سلم إذاكي إحنا مستمرين معاكي شف عفاف أم مبارك إسا بلشنا نحس الخيرات مبارح من شاء الله كان فيه طول أمطار وإسا أسمعنا كمان أنه اليوم على جبل الشيخ عم تهطل للثلوج تعني نحكي شوي عن هذا الفصل فصل الشتاء هاي الخيرات اللي إحنا كنا عم نستناها بالدقيقة كيف التراث كمان مرتنا ولها شو حاب يتخبرينه موسم الأمطار هو موسم خير كان الفلاح يستنى بفرغ الصبر لأن كل موارد رزقه معيشته تعتمد على الأرض والأرض إذا ما كان فيه شتاء كانوا يطلعوا يطلبوا استسقاء المطار يعني وحكينا كثير بهذا الموضوع عن الأغاني التراثية والشعبية لأنه واجعلنا من الماء كل شيء حي إذا ما كان شتاء وكان مياه وكان بركة بالمطار فبيكون سنت جفاف طبعا وسنت محل والفلاح بيخرب بيته لأنه كان إذا بدي يجوز ولد يستنى للموسم إذا كان بدي يعمل إيش معيشته نقول خبز وزيت أسدين في البيت والزتون بيحمل إذا ما كان الشتاء والجمح بيصير إذا ما كان الشتاء فمن هنا بتيجي أنه كديش أهمية موسم الخير والأمطار عادة عن زي ما ذكر الأستاذ عامر اللم العائلية الحلوة بالشتاء بكنون كن عند الكنون واللي في الفحم والكنون كانون شهر كانون الكنون هو الموقت لمة العيل الحلوة تبادل الأطراف الحديث قصاص الشعبية التي تحكيها الجد أو الجد لأحفاده هاي اللم الحلوة الدافئة اليوم قاعد تنقرض بسبب الوسائل التكنولوجية وتقدمها صحية ولكن يعني إحنا منحكي بشكل عام على الموسم الشتاء كديش هو موسم خير وأمطار صحية صحية أحمد كمان نسمع منك نصائح يعني إسا إحنا منتوقع كتير أن العائلات حابة أنه هيك ترجع بعيدا عن التكنولوجيا ويطلعوا رحلات مع بعض يعززوا العلاقات الأسرية والزوجية يطلعوا على جبل الشخي واحدة من يمكن أجمل هيك المغامرات اللي ممكن نمر فيها ببلادنا النصائح لحتى يتوخوا الحذار ويتبعوا كل الأمور اللي بدك تنوه عنها أول إشي ما يعني ما في لزوم إنهن يلبسوا كتير ففي كتير الناس اللي هني طبعا بيجهزوا حالهنه أنا رايح على جبل الشيخ فأنا لازم ألبس كتير كيف ممكن بهاي الساعة؟ فيه بيصير يلبس كيف ممكن بهاي الساعة؟ أنا تحكي لك إشي مش بالثلوج أنا كنت ببيت لحم بتغطية العيد وكانت درجات الحرارة بالنسبة لي حاسي حالي بأربعين تحت السفر كيف ممكن ما نلبسش كتير وندفع؟ لا القصد إنه مش ما يعني ما نلبسش كتير فيه اليوم فيه أمور اللي هي واقية زي فيه الدبون أو فيه طبعا هاي الحرمونيت هاي الكبيرة هذا البلون اللي بقولوله فالقصد إنه لما منروح على جبل الشيخ إحنا هناك بنا طبعا ما منروحنا على جبل الشيخ ونضلنا هيك مع العلم طبعا فيه كتير يعني مرات اللي بيكون الطقس حلو بجبل الشيخ يعني بتكون الدنيا شمس وبكون فيه تلوج فبكون فيه بر طبعا إنه إحنا نأخذ معنى أواعي مش نطلع طبعا من هون دافيين عشان إذا العبنا أو إذا عرقنا أو إذا تعبنا يكون فيه معنى مجال إنه إحنا نخفف من هاي الأواعي اللي مش نصير نبدل بالأواعي نأخذ نعمل حسابنا إنه نزيد مش ننقص نزيد مش ننقص لإنه إذا نقصنا وإحنا جسمنا حامي ممكن إنه نبرد هناك وممكن إنه يصير في عنا أمراض اللي التوخي أهم إشي من الحذر من اللعب بالتلج اللعب بالتلج لازم يكون لابسين كفوف لإنه طبعا التلج ممكن إنه يعمل حرق برد وحرق البرد بيجي أصعب من حرق الحم يعني بس بدون وجع يعني منحسش فيه هذ العاطل فيه خلينا نسميه إنه الواحد بلعب بالتلج بلعب بالتلج اللي برودي نفسها بتكون عمليا تحرق بالأعصاب تحرق بالأوعية الدموية ما بحس حاله إلا إيده صارت حمرة على سواد على زراق بتطلع عليها ممكن إنه الجلد يبدأ يكشر فعمليا ممكن إنه يصير فيه حرق برد وهو مش منتبه لهيك إنه إذا بدنا نلعب إحنا بالتلج شوي شوي نكون لابسين كفوف حتى لو مش لابسين كفوف رح نحكي أكثر كمان رح أسألك على الأطفال الصغار ومن أي جيل مناسب إنه يشاركونا بهاي المغامرة وهبي الثواني رح أكون معك بس مهم نسأل عفاف إيش بدنا نجهز إسا شو المقادير الجديد دي شايفينك عم هيك تعجني بالجبن إذا بنفع استعمل ده برجيك كيف بيشتغلوا فيها أو المشاهدين اللي بسألوني كتير عن حيات الجبن هاي عشان وهبي يستفيد إصاد يروحي يطبقها فيه وهبي ركز معنا ويبي لا أنا مركز على آخر هاي العجين في جلعت حين لأنها معمولة من سميل من سميل وجبنة موتسريلا وبس شوية سكر أوكي هاي العجينة هاي العجينة طيب بتمط جبنة لانها هي جبنة حطيت أنا شوية تغطرت حت عشان أخبر أشطل فيها وإسا أنا بشطل فيها باروكوها سهلة كتير وزاكية والمميز فيها العشاك اللي محبو كتير الأجبان هي شهيرة بدماشكو وهي نان من الحلوية خصوصي بروحوا على نابل سورة ما الله يوكلوها هناك فيه هيك إتقان يمكن أو فيه مضاق خاص كل محل أو كل شخص برضو الأنواع الأجبان اللي بيستعملوها يعني فيه من بحطوا بس كريمة اللي هي شمانة حلوة مخفوقة وفيه مستعمل الموتسريلا وأو الجبن العربية وفيه المسكربوني مع فسطوك حلبي أما هي الأصلية جبنة عربية حلوة وبس من دون ولا إياتها إشي تاني وطبعاً اللي بميزها لفسطوك حلبي وأنه هيك تكون على هذا الشكل خفيفة لطيفة وزاكية وهي بتتقدم بالمناسبات وفيه ناس بروحوا بجيبوها من نابلس بغدموها بمناسبات هيك إحنا أعطيناهن اليوم كل المقادير وطريقة الصنع اللي حتى يقدروا يجهزوها في البيت بعد ما رقينا العجينة عفاف بتضيف الجبني بعد ما رقينا العجينة على النايلون وشوي قطير إسه أنا بضيف الجبني وبإمكانة كمان أحط فسطوك حلبي الحشوي وضيف إسه للجبني من جوه وطبعاً هنا كمان حسب الرغبة إذا بحبوها كتير أو مش كتير وبإمكانة أنا أحط من جوه كمان فسطوك حلبي للي بحب الفسطوك حلبي طبعاً في أنواع للفسطوك حلبي الفسطوك حلبي التركي هو أحسن إشي بكل لونه كتير أخضر هذا مش كتير منيب وإسه بشكل فيها حسب الرغب عشان السرعة اليوم جبتي لنا من وقت زي السوشي زي السوشي على كل أوكي مش على كل العجينة برضو هنا برضو حسب الواحد كيب بحب إذا بحب كتير الموزاريلا والعجينة بلفها كتير إذا بحبش كتير بنفع بس لفة وحدة وعملية التقطيع برضو كمان كيف الواحد بحب أنا بحبها يعني بلوكم تان بس الواحد يوكلها حالو طيب رح نرائب عملية التقطيع بس حلو حدثان خلينا الرول كامل عربية مباركة نصحي أنه نتني لا اليوم مش راح نصحي ليش نصحي عفاف وهبي راح تعطي عفاف لأنه هي أعطتك المقادير راح تعطي عن نصائح اللي حكيتها عن التكنولوجيا بس بدي هيك نرجع بما أنه اليوم أول يوم بالسنة وإحنا دايماً بدنا نساهم أنه الأسر تكون هيك في حالي يسودها السلام الأسري نصائح اللي أنت هيك زي ما ذكرت اللي ممكن تكون مدمري للأسرة أو للعلاق السلجية نصائح رائعة اللي ممكن تكون مدمرة نصائح رائعة ممكن شفوها الجملة مشاهدينا نصائح رائعة ولكن ممكن تكون مدمري في حياة الأسرة كيف؟ عفاف أحكى الجملة رائعة تقول إيش؟ ممكن أو التجهيز نفسه حسب اللي بيروح على مثلاً نابلس أو على رمالله بيكون أجمل أو أحلى أو أطعم أطيب أو أطيب شو معناها؟ معناها أنه إحنا بنكون لحظة شوي في عنا نفس المقادير ولكن في أماكن محددة بتكون فيها أطيب شو معناتها أطيب؟ وأنا أحكي لكم شغلة ممكن أنا أعطي نفس المقادير والناس بتفكر أنه أنا لازم أحصل على نفس الطعم وفي خطأ كبير لما أنا بعمل شغلة وأنا حبيبها فأنا متصور اللي بيشتغل فيها وجاي وبيتطلع بقول أي نوع جواز بدي أحط تركي ولا لأ جداً مهم عندي مع أنه يمكن يكون متشابه من ناحية اللون فباجي أنا وأحمد وأختي أم مبارك بنيتطلع ونقول يا الله ما أحلاها كشكل فإحنا ممكن بنتجوز على الشكليات وبدنا أولادنا على الأشكال على الشكليات ولكن في أشخاص أجوا وتطلعوا كانوا لحظة شوي مش كل نصيحة أنتو بتعطونيها ممكن إحنا نيجي ونعطي النصائح فالناس إيش بتيجي بتقول لك آه روعة بحط الجوز مع الموزاريلا مع الجبنة لازم يكون زاكي وبعده إيش بيصير عنا بيطلع أنه في نصيحة ذهبية رائعة جداً ولكن النتيجة والمنتوج إيش بيكون بيكون مش منيح وبيكون مدر بعمل خيبة أمل خيبة أمل كبيرة فاللي بدأ أنصحوا إيش في كثير عائلات بيوصلوني أحدهم هذا العائلة مثلاً اللي أحكيت عنها قبل شوي اللي أنا استعملت معهم الهاتف النقال اللي هي التكنولوجيا عساساً أنه ننكذ الزواج اللي صار لما في عندي عائلة بدها تهدم وأنا جداً يؤلمني من كل عائلة والمشاهدين ركزوا معي منيح في إيش بدي أكون لما في عائلة تهدم وفي عندنا طلاق يا جماعة أولادنا بدهم يكونوا في الإحصائيات على الأغلب في إحصائيات العنف اللي موجودة بره رح نشاهد كثير حوادث طرق لأنه في كثير غضب جواه فيش عندي ترابط أسر وبنقولتش مع بعض أصلاً بنحكي وفيش عندي أب وأم وأكثر أشخاص أنا حطت ثقة فيهم أجوا تركوني ما رحتوش تأخذوا نصائح اللي ممكن تساعدكم ولكن إيش عملتوا؟ رحتوا أخذتوا نصائح من مين أخذوا نصائح؟ على فكرة العائلة اللي وصلتني راحت أخذت نصائح كيف ما إحنا بنيجي وبنعطي إيش مقادير؟ ولكن أخذت نصائح من عائلة رائعة جداً فالعائلة الرائعة جداً اللي كان كل شيء ماشي عندهم أجوا وكلوا لهم لا أنت لازم تقعد مع زوجك وتحكي بالحوار وتقعدوا مع بعض ولكن زوجها ما كانش أمن أصلاً بالحوار فأنت أعطيت نصيحة ذهبية ولكن غير ملائمة للأسرة نفسها يعني إنت هاي الأمور لازم تكون متناسبة أو متلائمة لمعتقدات ولا يعني إيمان الشخص أول شيء أنا بحبه كيف ما كانت عفاف ممكن أنت كيف ما أنت عفاف وعفاف إن شاء الله أنت ممكن تروح على مكان معين اللي بحب موضوعه أنا بالنسبة لي موضوعي عشق مش شغل قبل ما إنه شغل بالنسبة لي شغل صح ولكن عشق فعشان هيك أنا بهمني كثير أياتها إنسان بيجي عندي أفحص كل الظروف لما بيجي طبيب ميداني بيجيش هيك بعالج كل واحد كيف ما أجت أنا متأكد في تفاصيل الحالي وخلفية معينة لحظة شوي في عنده أنا عندي أب اللي في عنده مشاكل في مجرى النفس وإذا بده يصير أياتها شيء لازم في معه كرت حتى اللي بيكون إيش إنه عنده مشاكل في المواد المخدر إيش إزاي هيك اللي بتسكر له مجرى النفس طب إذا أنا جاي وفيش عندي هذه المعلومات وأجي أقول لا أحسن نصيحة أعطيه إبرة كذا وكذا وبعده إيش بسوي بكون أنا سبب في وفاة هذا الشر لا صامح الله صحيح فرجاء ممكن أن تأخذوا نصائح ذهبية ورائعة جدا ولكن تكون غير ملائمة لكم انتبهوا كثير لمين بتسمعه ممكن متأسف عفاف ولكن ممكن أجي أسمع إنه في أشخاص بقولوا لي إيش الهواتف النقال مدمرين للأسرة هيك بتعميم وبشكل شمو وإيش أنا بسوي بعدها زوجي بيمسك التلفون بسبب بنا صورة أنت محل شك بالنسبة إلي صحيح وإبني ماسك التلفون وليش ماسك التلفون الأعصاب بالطور بنصير نتعامل بضغط أكثر ممكن أهدم علاقة زوجية ممكن أهدم علاقته بأولادي ومشان المعلومات أحد لغات أولادنا اليوم الهاتف النقال صحيح صحيح وبدنا نكون متناسبين مع العصر هذا الإشي اللي دايما إحنا قلنا بمبارك ده أسمع منك تعليق على كل هاي الأمور قداش عمجات لازم نكون متناسبين مع التغييرات يعني أنت بالذات اللي بتحكي على التراث وعلى هاي الحقبة الزمانية الجميلة قداش تغيرت حياتنا بس يمكن بعدنا محافظين على أمور معينة أو على خطوط عريضة يعني أنا الحقب اللي دايما بقدم عنها حوالي قرن مئة سنة شوف ما أبعدها عن التكنولوجيا اللي اليوم هي متناول اليد والعولمة العالم كله بين إيديك جري صغيرة فأنا بقول يعني التكنولوجيا كلما تقدم العصر بصير صخب بنفسه أكثر كانت الحياة وادع وبسيطة وبالفترة النقية بالأجواء الشعبية والأوسط الشعبية أكثر قبل غزو التكنولوجيا ولكن الحياة بتتقدم فيش جمود زمنة الحياة بتتقدم بدينا نتعامل مع الأدوات التكنولوجية ولكن حسب رأيي إذا ما استعملناها بالشكل السليم هي مدعاء لأمور سلبية كثيرة صحيح فلازم حملات توعوية للأسرة لما نهوبة إرشاد أسره الأستاذ وهبي عامر وكيف يعني أنه في ما تطلعش الأولاد عن الخطوط الحمراء باستعمال الهواتف النقال الحواسيب فعشان هيك عشان نكون إدارة سليمة في البيت لاستعمل هاي الحواسيب لاستعمل التكنولوجيا إحنا اليوم هي جزء هي كل حياتنا مش جزء من حياتنا فما ما بنقدر إحنا نستغلع عنها استحوذت على حياتنا وعلى أطفالنا بكل الفئات الأمرية فصعب إذا أنا بقدم تراث قديم هاي الزاوية المشرقة عمينها صارت يعني اليوم الجيل اللي صاعد بعرفاش عمينها هويتنا وقوميتنا أنا بحاول إحياء على الجيل القادم ولكن التكنولوجيا اليوم هي كل الحياة أسليب الحياة كلها بتتقدم فما بصير أوقف الزمن عند الحقبة الزمنية القديمة ممكن أزيد شغلة هيك المغيرة إذا بدي أربط بين التكنولوجيا وبين اللي بتحكيه أختي أم مبارك لو أجي أقعد في جو عائلة وأحكي عن أمور اللي بتخص التراث وأجي شو أعمل لعبة أنا بعملها عند دار أهل كثير مع الأولاد كلهم بدنا نسأل أسلي بتخص التراث وأنتوا طبعا بتعرفوش كثير معلومات تحان مفاجئ فإيش بدكم كيف بدكم تعرفوا المعلومات إحنا أنا مكسمكم مجموعتين وفي عندكم تأخذوا كل واحد علامات بدي كل واحد فيكم أنا بسأل إيش اسم الأداء اللي بتعمل كذا وكذا فالأولاد وين بدهم يدوروا الشبكة في عندي جوجل عمو جوجل صحيح وماك أنت عودت نوهب على الاستعمال الإيجابي والسليم لهذه الأدوات روح هي هذي اللي أنا بدي أحكي ولكن أخوه بسمح لي بدي أوقف بهاي النقطة أنا فتت كثير أحاول أفوت على جوجل أشوف المعلومات اللي أنا أخذتها من خبرة المرأة العجوز أخذتها من الأجداد من السلف يعني القديم ماش موجودة بجوجل يمكن المرجعية هي جدا مهمة ولكن أعملت الربط معهم وممكن بعدها أنت تقولي لهم لأ أنت غلطان لأ أنت غلطان أنت غلطان أنت غلطان حابين تعرفوا شو فبصير إيش؟ صحيح حافظ بدنا نعرف حفظ آه مستعدين بعدها أنا بأجي وبقول لهم آه هذه الأدائس ما كذا وكذا لما بروح أنا على المدارس وبحكي قصة شعبية عن نص نصيص عن الشاطر حسن عن جبينة مش موجودة شالب التكنولوجيا ولا موجودة بكتب اليوم سندريلا بيضاء الثالج هاي الأشياء هاي الأشياء أكتر يعني أنت شافي شو المرجعية القديمة اللي كانوا أجدادنا شفاهية كانوا أميين لهذا التراث العريق اللي أنا بعتز بيه وتراثه موروث غالي بدنا نحافظ عليه فالتكنولوجيا الحديثة ما كله بتعرفه مبارك رح أسألك على الطب الشعبي كمان اللي بعد لحد اليوم أكيد فيه له مساهمة ونسمع رأي أحمد في هذا الموضوع بس أحمد بدي أرجع معاك لكل فكرة التكنولوجيا قديش اليوم يمكن بتسمع كمان أنت أنه في نصائح بمجال الطب أو كل هاي الأمور اللي إحنا منحكي عليها الإسعافات الميدانية والأولية ممكن عن جد زي ما ذكر وهب هي نصائح ولكن ممكن تكون مدمر يعني حتى أنت أخذت مثال أمي مبارك لما مرأت الدورة قبل واحدة وعشرين سنة اليوم الأمور تغيرت والتقنيات تغيرت قديش هذا الموضوع خطير وكيف عم بتساهموا بإنكوا تغيروا هاي الفكرة وتصححوا معلومات المشاهدين أو الجمهور أول شغلة طبعا أنا بدي أدافع عن عفاف بجوز هي ذكرت عن عن إشكالية معينة أنه وأنا طبعا كمان بواجهها عندي بالأولاد يعني في عندي بنت اللي هي عمرها سنتين فكل الوقت هي على التلفون على التلفون على التلفون إذا مش فوزي موزي وشوتي طبعا حلقات وشغلات فهذا هو الإشي طبعا اللي بجوز ذكرته وعفاف وأنا كمان بعاني منه اللي هو من التكنولوجيا فزي ما تفضلت كمان أختنا أمي مبارك والأستاذ وهبي إنه التكنولوجيا طبعا اليوم إحنا كمان في مجالنا الطب كمان إحنا بحاجة لإلها واليوم إذا إحنا بنرجع عشرين أو أربعين سنة لورا ومنشوف كديش اليوم الأمور تطورت من ناحية تكنولوجية إحنا اليوم الطب كتير تطور مجال حتى الإسعاف في عنا أمور اللي قبل عشر سنين أو خمستعشر سنة ما كنا نشوفها فكنا نستصعب بعض الأمور في أمور اللي كنا مجبورين نصل على المستشفى عشان نعرف شو التشخيص الحالي اللي ممكن إنها تكون عند المريض اليوم صار في الميدان ممكن في الميدان يعني حتى لقيمة فحص الدم فحص الدم اليوم في عنا جهاز بسيط اللي ممكن نعمل فحص دم ونعرف كداش نسبة عمليات ولادي يا أمم بارك عمليات ولادي اليوم كمان إحنا بنعمل في سيارة الإسعاف اليوم إذا إحنا بنيجي بنحكي على سيارة علاج مكتف هي مجهزة تجهيز كامل بكل ما تعني من كلمة فاليوم التكنولوجيا طبعا هي إشي كتير منيح وبنرجع لمنقول نفس الإشي طبعا ونفس الحكي وبدور مع الكل إنه الطريقة الاستعمال كل إشي كل إشي منقدر نستعمله بطريقة صحيحة وسليمة إحنا بنستفيد منه مع العلم طبعا في مثل عربي بما أنه أنا اليوم كمان بلعب دور من بارك باحث الترات ففي مثل يوم من بارك بقول قل له واستغله يعني كل إشي قليل كل إشي قليل إحنا بنقدر نستغله أكتر فكل ما زادت التكنولوجيا واتطورت أكتر بصير الإشي طبعا صعب علينا لأنه بصير الإشي كتير وما بنعرف إحنا بوي يعني بصير في عنا حتى الولد الصغير اليوم بتعطيه لعبي بسرعة بيزدها وبأخذ اللعبة الثانية فهذا هو تطور التكنولوجيا فحلو إنها تطور التكنولوجيا بس شوي شوي علينا يعني لما بيطلعوا الجهاز وصبروا علينا يعني شهر زمان اللي نتعود عليه نتعود عليه وإنتوا بعدكم بالجيل اللي بس يعني فيه عم نشوف جداتنا وحتى أباءنا وأمهاتنا شوي عم بيستصعبوا بس برضو موجودين بهذا الحير لا اليوم صار كله حتى النسوان الكبيرة اليوم بتشوفهم بكبسه بتعرف قصة الختيارة اللي بتقول البنت بتقول يلا نتصور سلفة تقولها لا أنت ممنوع من ناحية الشرع ممنوع تتصور مع سلفة شو سلفك ممنوع طبعا المبارك رح أسمع رأيك بس نشوف عفاف وان صارت ايش أنهينا احنا والحلو جاهز بإمكانكم تتدوقوا إسا رح ندوق بس هاتي نسمع رأيك بهذا الموضوع أحمد دافع عني أحمد دافع عني وأنا مكتنع بكلام أحمد يعني عفاف بتفكر أنا بعاني بعاني عن جد بعاني أنا بفهم هاي المعاناة كتير بنسمعها ممكن أنا يعني مش بهاي القبعة مش أم بس كتير بسمعها من محيطي من خياتي من أصدقائي وحتى من ضيوفنا بتفكري أنه ممكن توصلي لهذا التوازن اللي بيحكي عنه وهبي ورح يعطيكي عليه نصائح ممكن أنه ما تحرمي وانتي ما بتقدري أنك تحرمي من استعمال يمكن وسائل التواصل وكل هاي المواقع والأبليكاشنز والأجهزة بتفكري أنه ممكن توصلي لهذا المحال لا طبعا لا بدك تحرمي بتاتا انتي بتاتا أحرم لا بس أنه أصل لو درجة أني أحرم كتير صعب صعب أنا عم بس عم تنفي كل الحلقة يقنعني ممكن أعطيكي أربع ممكن أعطيكي أربع كلمات يساعدني يلا أنا بستنف فيك حلو عندي جاهز وأنا بستنف فيك أسمعك طب أم بارك كان عندك مداخلة حابة وليها أدعم قول الأخ أحمد زعبي أنه حتى أنا لما أخذت دورة مضمد مؤهل قبل 21 سنة اختلفت المعلومات الأساسية مثلا لما عزمان اتعلمنا أنه لما بنجرس الواحد من لدغة أفعة أربط المكان المصاب عشان نستم ما يمشيش مع الدم طب اليوم لا بدك تخثره بثلج على أساس أنه يوقف سريانه للسام بالدم يعني تصور اختلفت الأسليب إذا واحد بلع لسانه لازم إحنا بدنا نفتح مجرى التنفس كانوا لازم لو بمدي معلقة ثم اليوم فش إش اسمه بلع لسان يعني طلعت كلياتها من الأساس كانت غلط بغلط صح هو عضلة حتى كانت العد كانوا يجيبوا هذا كان فيه برد بلع هذا كلياته طبعا اليوم مش موجود يعني هي بلعة هو لسان عضلة برتد لوا مش ببلعوا الواحد وكثير صارت حوالي ملعب لكرة القدم منهم حياة وهيبة جبارة كان صديق يعني إلنا وكثير تأسفنا عليه اللي مات بلعة لسان بالملعب ببث مباشر وما قدروا يمكن مع الأسف اليوم تقدمت التكنولوجيا تقدمت الأسليب لحروق مثلا كان العطار ولا المرأة العجوز يحطوا قهوة يحطوا معجونة سنان يحطوا اليوم بيقول لك الطب الحديث لا بس تبريد ونقل للعيادة يعرفوا أي درجة الحروق يحالجوا مع أنه كل الشغلات إذا من يجي من نعمل إحصائية عن الشغلات عن الطب القديم طبعا كله ياته ما زال موجود هذا اللي أسألك والعودة للطب البديل يعني طبعا هي القهوة ما كانت للحروق كانوا يستعملوا القهوة للجرح للتكتمجر حتى عند الحلاك لما كان طبعا مش العطار اللي هو الحلاك لما بجرحوا كان يحط أو نتفت يرش عليه شوية قهوة أو زهرة السجارة كان حتى زهرة السجارة إذا بتنتبه اليوم فيه مكتة نحط فيها شوية ماء لما منكتها زي اللي بتمسك هيك بتتخطر فكانت هي تمسك الدم وتخليه يتساعده إنه يتخطر فطبعا اليوم إحنا ممكن نيجي نرفض هاي الفكرة لأنه ممكن إنها تعمل تلوث ولكن هي فكرة حلوة معجون سنان كانوا يستعملوا للإحروق وفي منه اليوم ليش؟ لأنه معجون سنان ببرد وفيه مادة النعنع بعدنا من آمن لأنه اليوم إذا إحنا بنيجي ومنحكي في كثير أمور يعني طبعا أنا مش يعني أخصائي تغذية أو أعشاب ولكن أنا بعرف خمسين بالمئة من الأدوية اليوم هي طبعا ماخوذة من الأعشاب صحيح فيعني مثال بسيط وجع البطن والبرد وهي الشغلات طبعا كان روح عند ستة الواحد يقولوا على المحل كاست الميرامية اليوم كاست الميرامية هي العشبة الميرامية أخذوا منها دوال البابا فارين البابا فارين موجود منه الكابسولوت اللي هي الحب وموجود منه كمان الإبر اللي بحطوها بالإنفوزيا لما بروح على المستشفى فعمليا الأوليفيرا طبعا هي من النبتة الأوليفيرا نعنع كل الاستناد هيك إذا منرجع ونبحث يعني أنتم مد على هذا أنا مراقل دورة أعشاب طبية 96 ساعة أنا اتفجأت وأنا بالدورة بمركز الميسم عنا اتفجأت بالنبتات البري اللي احنا منعشبها من الحكورة ومن زيتها شو قلها فوائد ومردود طب شعب بعدنا لحد قسة مؤمنين وأنا ببساطة أسمع أنه أحمد كطب ميداني مؤمنين بهذا الموضوع وهبي بدناش بدنا كمان نعطي العفاف وعدناها نصائح كيف ممكن اليوم ومنقدرش أساسا حتى لو بدنا نمنع بتاتا أولادنا أو حتى الأسرة يعني أنه أنه تكون هيك دائما بالسوشال ميديا وتستعمل هاي الوسائل كيف ممكن نوصل لمعادلة فيها اتزان فيها اعتدال مش متطرفة عجبتنا الكلمة اللي أحكتيها اللي هي فيها اتزان المسألة في أنه نعالج الأمور ده من في أنه يكون في اتزان بدي أقول أربع كلمات إن الله غفور رحيم لما ربنا وصف نفسه إيش قال وإن عذابي هو العذاب الأليم طب ليش نجمعين مع بعض طب أنت يا إنه غفور رحيم يا إنك عذاب أليم إذا إحنا كأهل داخل البيت بنآمن بالفكرة وبنمشي حسبها شو يعني اسمع يا أولادي أنا لما بفصل بشغلي بفصل ولكن أغلب الأهل إذا بدي يكون حازم إيش بصير يقول لك يا أنا حازم وقاسي جدا يا أنا منيح ومشي كل إشي امسك التلفون مثلا نجيل سنتين أكثر شيء ممكن الولد يمسك التلفون ما يقارب النصف ساعة ليش ممكن ابني يصير عنده انحراف في القرنية بسبب التلفون اللي هو ماسكو وصارت كثير تلفون كثير صغير وفي إضاءة اللي هي أعلى بكثير من الإضاءة الموجودة عندك طب أنا جيت وسببت لابني أمراض وسببت إله أنواع معاهات اللي ممكن بكرة شو يصير فيه ابني بده يدخل الروضة وأنا عندي حالات زي هي الولد بده يدخل روضة حضانة صف أول ثاني الولد مش راضي يروح على المدرسة ليش لأن أنا بلبس نظارة صحيح وإحنا بنشتر مع المعلمة ومع أولاد الصف ثانين بدنا نيجي كذا كذا والمعلمة نفسها بتيجي مع نظارة وبنشتر معي وقارب الشهر مشان الولد يرضى يروح للمدرسة ويكون فيه استقبال تدريجي هيكل للولد آه والله هي شيء طبيعي وكله من وين صار من أني أنا داخل البيت ما عرفتش أحط الحدود أعطيته المساحة الكاملة بدون تحديد الوقت تحديد الوقت ممكن يكون عن جد حل ممتاز جدا مهم لازم أحدد الوقت ولما أنا بحدد الوقت ابني ممكن يبكي أنت أم مش منيحة طب اسمع اسمع شغلة ابني براق بحكي لياها اسمع الجملة فأنا إيش بعمل بكله حبيبي منيح ومش منيح هذي شيء اللي هي بيختلف من إنسان لإنسان أنا بالنسبة إلي مثلا أكلت مثلا الجبني وايك بموت فيهن يا الله شو بحبهن فيه أشخاصتين يتكللوا جبني بقول لك جبني بحبهاش لا فالمسألة منيح مش منيح هذا بتعلق وين أنت واكس تلفون على جنب حبيبي لعبت فيه ساعة لسبع سنين ساعة بكفة خلصت تلفون على جنب لما أنا بحط التلفون على جنب جدا أنا لازم إيش أشغل وقت الولد نفسك إلا متشغلها بالطاع شغلتك بالمعصية هذي قاعدة أنت إذا الولد ما مليتش فراغه كيف بدك تملي فراغه ما فيش عندي وقت لا في عندك وقت أنت رايح تطبخ صح تعال شركني هذا وقت روعة تعال تعال مع بعض لا بتديش بحبش شو بتحب في عندنا كذا في كذا في كذا شو أنت بتحب أنا بحب أقطع هيك ولو إني عارف إنه لما بدي يقطع هين منظر هين مش راح يكون ولكن إيش بدي أسوي في عند أشخاص اللي بلشوا الولد عندي إذا رتب التخيط برتبوش حلو عمر الولد ست سنين كل شو رايك تصبره لأنه إنت لو آجي أطلب منك شغلي وأنا بطلبها من الأهل ويجربوها المشاهدين بأي إيد أنت بتكتب باليمين مثلا جرب اكتب اسمك باليمين وجنبه إنكل الكلام للإيد الشمال ويكتب اسمك أخرى مرة شو بصير بكون الخط تلك مش حلو ليش مش حلو لأنه إنت أول ما بلشت بإيدك اليمين إنت كنت هيك أصلا إذاك اليمين اليوم صرت تتكنه أكثر مع الممارسة فإبنك اللي إنت بتيجي بتعطيه مهمة معينة أول شي بدها تكون صعبة مش راح يتكنها إذا إنت صبرت وجيت مشيت معه أول مرة صعب أنه يترك التلفون أول مرة صعب أول مرة صعب أنه يجي ويشتن معي بالمطبخ ولكن مع الممارسة شوية شوية وبنحضن وحبيبي وبقبل واشترك معهم ببتسم أكثر شوية شوية ابني بتطلع علي هذا أب أو أم اللي أنا محب أقعد معه لما حتى بيحرمني وبيقصى علي أولادي بس مشان المعلومة أنا باقصى عليهم في أشياء حط التلفون فيش تلفون نقطة وأول السطر وبحكي بهذا النبرة ولما بحط التلفون بيزعل بمشي شوية هيك ببعد أنا والله كل المشاهدين بتقدروا تسألوا ابني وحتى في أحد المرات رايح أحط حتى إذا في مقطع فيديو حتى يحكي للناس أكثر شيء بيزعل يمكن دقيقة واحدة تعرف أيش بعدها بعمل بييجي بيقعد جنبي وبيحضرني ليش؟ لأنه باني علاقة حتى لو أنا بمنع أنا بعدها بشوي ببتسم تعال تعال يلا بدنا نطلع وكذا وهذا الحزم طبعا مطلوب بوهبي وحنا حكينا بأكثر من فقرة قديش هو هيك بيحط الحدود نوعا ما وهذا أسلوب من أسليب التربية طب في ختام هاي الفقرة أقول شي أشكركم كتير على حضوركم مش بس اليوم على مدار العام ودائما مرفقيننا هيك إحنا يعني أنا خليتكم تبدلوا أدوار بعد أعطيكم مجال تبدلوا دوري كمان بدي أسمع هيك كل واحد بيكم يمكن يطرح سؤال على الآخر أول شي شف عفافنا نشكرك كتير سلم إيديك رح ندوء ورح نقول لك رأينا وإحنا متأكدين قديش طعمه مميز شو تحب تسألي وهيك سؤال يمكن قصير من عالم الإرشاد الإسري كمان تستفيدي أو سؤالة اللي عندك فضولة تترحي عليه هيو كان أكتر إيش عند التلفونات والابن البكر اللي هو مراهق أسه اللي هو أكتر عن اللازم شو يا وفي بسكر الغرفة والتلفون وبخلنيش أمسك التلفون في هيك انتواء ومحاولة استقلالية تامة كتير كتير هذالي شي مزعجني ومشاغلي فكري كتير طب وهبي هيك سريعا كيف نقدر نعطيها نصيحة واحدة ونوعدك أنه رح نترح الموضوع مفصلا عن موضوع المراهق جيل المراهق جيل المراهق بس مشاهل معلومة التغيرات الجسدية اللي بتصير عنده هي بتخلي إنه شوية بعد عنكم فهذا مش شئ إنه مبعد بحبكم مش شغلة ثانية كل ما أنا جيت وكشفت له أشياء من عندي تعشوف هي تلفوني وكذا ونقعد ونتخرف ونجيب صديق إله وأقعد معهم ونيجي ونعمل ونمزح وكذا شوية شوية الولد راح يعتاد لأنه ابنك في جيل المراهق بحاجة لشيء اسمه مكان أسرية مكان أسرية أحس حالي بينكم إنه إلي احترام أنا موجود بينكم شاركوني خذوا رأي بتشاركونيش تأخذوش رأي تأخذوش معي كفاية بتشاركونيش أنا وين أنا بالغرفة أو بين أصدقائي بين أصدقائي كلمتي مسموعة موجود بينهم إلي مكاني فعشان هيك أنا بفضل برة أو بفضل على التلفون في عندي لايك حطوا لي خمسين لايك أفرحوني ما حطوا ليش إلا لايك واحد بالدار أنا بديش إياكم مقولي حلوة يا وهبي حبيتك وقريبا رح نترح هذا الموضوع مفصلا مبارك كمان نسمع منك كلمة أخيرة وكمان بدي توجهي سؤال لأحمد هيكا عندك فضول تتغذي عليه إيجابي بدي أوجهي سؤال لأخ وهبي ولا لأخ أحمد بدنا نعطيك كلمة حالك أسا أنت مسموح لك أول عطل طيب أستاذ وهبي يعني تابعت أنا بشوق طبعا شو حكيت ولكن كنت أستنى منك أو بطلب منك إنه الولاد مع وسائل تكنولوجيا بعد غريب عن المطالعة والكتاب عزلة تامة هل في مجالك أنت أسا قلت باشغله بإشي ثاني حط التلفون على جانب تعال نعمل طبخة حلو إشي بتقولهش تعال نقرى كتاب تعال نطالع قصة عشان لأنه المطالعة هي غذاء للروح قيل أرستو كيف تحكم على إنسان بيقول أسألوا أكم كتاب تقرأ وماذا تقرأ فالمطالعة واجبة يعني لتغذية الروح والفكر فيش بمجالك آلية لتعزيز الشراكة بين الولد والكتاب لو أحكي لك شغلي عندي أولاد بروحوا عندي ولد سبع سنوات وبنت أربع سنوات ونص بروحوا على غرفتهم بيفتحوا كتاب لحالهم بيكروا كصة وبناموا كيف هذا الشيء صار في أن أنا صبرت كثير أشهر أو زوجتي صبرت كثير أشهر في أن نروح على غرفتهم بنفتح الكتاب وبنكرأ مرة كصة بنكرأ مرة شيء من الكرآن مرة كصة عامة مرة شيء علمي أياتها شيء لما أنت بتتعود الولد بتعود أنه فيه كتاب يفتح داخل البيت بيألفه أكتر صحيح ما تعودش و بس شايف الكل ماسكين تلفنا ما شاء الله راح يطلب ويمسك بس اللي وهذا التلفون كلكم ماسكين أخرى أنا بدي أمسك حلو حلو راح نطرح كل هاي المواضيع سجوا ومشى البيت إسا السؤال سجوا أطرح لك مليون دولار سجوا أطرح لك سؤال حادثة أو نادرة بمجال عملك اللي صارت معاك ومش غادر تنساه أنا يمكن عارفي بس ده أخلي أحمد يحكي حكي مرة أسمع لأنه طبعا في كثير حالات يعني بس أكثر واحدة شاديتك بالذاكرة أكثر واحدة شاديتني بالذاكرة طبعا الحالة اللي صارت معنا في الأقصى الحالة هي طبعا أنا حكيتها في واحدة من الحلقات فبحب أحكيها كمان مرة إنه إحنا كان يوم جمعة رمضان نازلين على الأقصى كل الطاقم جهزنا المعدات حتى استأجرنا باص على حسابنا الخاص أخذنا كل الأمور اللازمة ونزلنا على الأقصى فتحنا هناك زي خلينا نسميه مستشفى ميداني كان بالتعاون مع اتحاد مسعفين العرب فصارت حالة وبنفس الفترة كان واصلنا جهاز اللي بضرب كهرباء حتى بتبرع من الناس اللي وصلنا وصارت هناك حالة مرة عمرها 62 سنة مع ولادها شباب ما شاء الله الواحد يعني مترو 90 أقل واحد من الشباب فصار في معها حالة اللي هي سكت قلبي في قبة الصخرة نفسها يعني فوق وين تجمع النساء صار في صيحة وطبعا كان في معنى أجهزة لاسلكية كانت بدايتنا يعني بهذيك الفترة وما كانش في عنا تجهزات وطبعا الفضل لربنا وللتكنولوجيا اللي اليوم صار في عنا اتصال وتواصل بشكل أفضل بكثير فأنا كان وصولي لعند المرأة خلال ثلاث دقائق كان في معاي الشنتة تبعتي اللي هي مجهزة طبعا مش مهم طبعا يومها في أجوتا يمسكوا الشنتة عشان يناولوني إياها فكانت مفتوحة وقلبت وكل الأدوي اللي فيها تكسرت طبعا كان فدى الحالة اللي إحنا كنا نعالجها فباشرت طبعا دغري في عملية الإنعاش الشباب اللي كانوا قبلي واصلين عملوا عملية الإنعاش أنا كملت أعطينا ضربات كهرباء عملت العملية التوبوس اللي هي الأنبوب اللي هي التنفس الاصطناعي عن طريق الأنبو التعاون كان عنا سريع بشكل يعني مع الأنبولانس اللي كان يستنانا على باب الأصباط طلعنا الحالة ودناها على مستشفى المقاصد قاعدت هناك ليلتين حولوها على مستشفى العفولي وكان في طريقهم أن يوصلوها على مستشفى الكرمل عشان يعملوا لها عملية القلب المفتوح لأنه كان في عندها تسكير في ثلاث شرايين يعني كيف حكوا طبعا وقتها فبالصدفة الإشي طبعا صار بالقدس ولكن الحالة نفسها المرة نفسها كانت يعني من حوالة محوالية خلينا نسميها من القرى المجاورة اللي علينا وطلعت بالصدفة بعرف أولادها وأولادها بعرفوني فصار في يعني ضلت الاتصال عشان أنا أضمن على الحجة وكل مرة كنت أتصل فطلبوا سيارة الإسعاف تبعتنا عشان نتكمل معها العلاج ونوديها إحنا على مستشفى الكرمل ويعملوا لها هناك عملية القلب المفتوح فبنفس اليوم إجا يعني جهزنا السيارة يعني إحنا فبنفس اليوم كان في البروفيسور اللي أجا بدي يعطي طبعا النصيحة الأخيرة تبعته قبل ما تطلع والنصيحة تبعته كانت إنها تروح على الدر فالمرأة روحت على البيت ماشي على إجريها ولليوم بعدها المرأة عايشة وبسأل عنها وبستفسر عنها دايما بشكل دائما فإحنا بنحكي طبعا الحكي اللي حكا لبروفيسور يومها قال إنه ضربة الكهرباء الأولى اللي انعطت هي اللي أنقذت حياتها ما سببتش ولا لأي ضرر لا في الدماغ ولا في القلب ولا في الأوعية الدموية ولا إشي ولهذا السبب طبعا هي معفية من عملية القلب المفتوح وما زالت عايشة لليوم وبتأخذ الأدوي طبعا الإشي مؤثر لأنه في كثير قصص شبيهة ولكن هي من نطاق عمل هنا ما كانت في نطاق عمل كانت في نطاق تطوع يعني خالص من القلب إلى القلب وإحنا طبعا بنعرف أنه الكلام الذي لا يصدر من القلب لا يستطيع أن يمس القلب وهيك أنا ألعب الدور أم مبارك يعطيك أساك تسأل أم مبارك سوحا أو مبارك بالتراث الشعب هيك كان فيه إشي عن الأطباء كان فيه يمكن أمثال أنا اللي عم بسألك أحمد اسألها أنت أنا مش أطري أطلع من هذا الدور طبعا بدنا إحنا هيك تعطينا مثل عن الطب عن الإشي طبعا ما هو كل التراث أصلا هو بالطب يعني ابن سينا البيروني ابن حيان طبعا هاي الأسماء كلياتها هي أجت من التراث القديم فيه كثير مثل اللي بحبه أنا وهو قاعد يعني اللي كانت جدة دايما تقوله إنه إذا أوجعك راسك إكرمه وإن أوجعك بطنك إحرمه طبعا نقدر أسمش على يعني واجع البطن الإبتلاء من الإمتلاء يجوعية موجوعية بالضبط الإبتلاء من الإمتلاء والرأس سوائل بس حرميه من الأكل بس البطن حرميه من الأكل بس الراس إكرميه إشرب كثير ماء سوائل أغلب أوجع الرأس إحنا بنعرف يعني ممكن يكون جفاف أول إشربوا ماء هذا أنا بأخدته يعني قاعدة بالنسبة أنا مش بطبكتو حالي طبعا بس هذا في مثل برضه بقول عن النزل قال للنزل إذا منعالجه بقعد أسبوع وإذا منعالجوش بقعد سبع تيار فعشان هيك فيش حاجة إنه نعالج ما تذكرناه في هذه كل فقرة جداتنا لأنه أجل بياع خضاري مياع بقداش خالت كيلة البندورة قال لها بشكلين قالت له لاش ميوان مكان الثلاثة بعشرة يعني هي حزيتها حافظة كلمة الثلاثة بعشرة يعني جداتنا إيه هنا هيك لا يومل من الحديث معكو بس وهي بي بدك تسأل عفاف سؤال الأخير من عالم المطبخ مقدير فضول معين أنا نوع إنسان بحب أستعمل الخبز كثير يعني أوكل أشياء مثلا شكشوكة أشياء هيك مع حمص يعني خلق عندي هوس أغمص يعني خلص وعم زي على فكرة مفيد مدير بتنصحينه بأشياء بشو يستبدل الخبز يا عفاف بشو يضمع أنا بحب الأشياء السريعة وهيك أكل بتنجان بطاطا أشياء ذيك بحبينه كثير أبتعد عنه ولا طبعا أنك تبعد عنه بالأخص الخمح البيض استبدله بالخمح مليان طبعا حاول يا وهبي حاول أم مبارك حكت لنا كتير عنه سكر بحاول بعمل رياضة مشان أنه تأكل وتعمل رياضة النوغام بتسد النوغام أكل الرجال عقل دفعارها أيوة أيوة اللي بحف على الأكل ما بتعرف حتى بقولوا يعني أنه اللقم هنية شايف بتعمل عيشة راضية يعني أنه هنية اللقم يعني إحنا ولا مرة حكينا خصصنا فقرة هيك للأمثال أو المقولات التراثية والشعبية اللي خاصة بالأكل هاي أعطينا سجا ومرشد اليوم كتير رأي أفكار بمجمعكم أنا بدأ أشكركم كتير على حضوركم وأتمنى لكم سنة رائعة وأكثر وإنتوا رائعين وأكثر شكرا لكم ويظلنا دايما صباحنا غير معكم وشكرا إليك وبمزيد من التقلق لبرنامج صباحنا غير لقناة مسواة اللي هي لامست الجر حطت إيدها على الوجع العربي الفلسطيني انكشف للعالم أكثر لأنه إحنا بتعرفه إحنا بمجتمع مركب يعني ومش فيش كنا منغلقين كمان بالضبط إن فتحنا على العالم إعلاميا ما كناش موجودين كبير فقناة مسواة كنها الدور الكبير بتمنى لها دوام التقلق والنجاة بالذات صباحنا غير شقاءات حيزة شكرا كثير وتحية خاصة إليك عفاة صاحبة البسمة الجميلة صاحبة الذوق الشفاف الله يخليلي إياك وإلك تحية كبيرة كبيرة كمان من والدتي بشكل خاص بتحبك وجدتي كمان مبارحة كنا قاعدين عمائلت العيد وذكرناكوا جميعا بالخير الرسالة أخيرة سريعا أحمد هيك أمنياتك للعام 2018 بمناسبة طبعا العام الجديد منكول كل عام منتو بخير أنا بالنسبة إلي اليوم كان عيد بالفضل لصباحنا غير الله يخليليك اليوم أنا منبارك على آخر والله يساعدوا بالتعافي منذ طلب بث مباشر عشان مشاهدين وكلكم تكونوا شاهديا يعمل لإحياء للدورة مجانيا من 21 سنة أحمد وعدد وأنا إن شاء الله يسعى للهوام نحكي إنه إيمين بارك مدعوة عنا على الشركة على ماتسي الحييم بتعمل طبعا الرعنون تتعمل هيك بزبط تتعلم فدي الفجوة هاي رعنون وتأخذ شهادي طبعا وتأخذ من عنا شهادي ورح ننشرها على إن شاء الله وإحنا بس بحب أقول إنه نياله اللي بنام على هم قديم صحنا بناسبة عفاف تحكي قبلي وبعد عفاف كلمة أخيرة رسالة أخيرة معايدي منك معايدي كل سنة السالمين سنة جديدة بتجنن ونصيحتي لكل المشاهدين فوت دورات كوندكتورية كعيك حلويات السلطات لأنه رح يتعرفوا على مكونات جدا جدا قيم إحنا مش كثير منعرفها زي ما وستألني الأخوان عن الطحين للأسف الطحين لا بيضة كتير 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 مضر هاي نصيحتي لكل النساء اللي عم بشاهدونا شكرا وهبي كلمة أخيرة كل عام أنتوا بخير وبنشكر كل المشاهدين اللي بتابعونا ونصيحة أعرفوا لمين تسمعوا مهمة كتير النصيحة شكرا أنا بسمع للمخرج هواري اللي عم بطلبيني لحظة إثناء أختتم الفقرة أحمد زعبي ويهبي عامر أم مبارك الشف عفاف إبراهيم مع حفظ ألقابكو جميعا شكرا لإلكو شكرا أنكو شاركتوني في هذا الصباح بهاي الفقرة الجميلة وكمان تشكر طبعا دايما لمشاهدين على حسن المتابعة